منذ ثلاثة عقود يخذ الطبيب اليمني ياسين قباطي معركة جديدة كل يوم لإنقاذ الأرواح من مخالب المرض والتخلف في قرى يمنية معزولة عن العالم ولا يخفي استشاري الأمراض الجلدية باليمن أن أحد المواقف البالغة التأثير هو ما قلب مسيرة حياته ودفعه للخروج الإنساني إلى القرى والبلدات الرفية وروا الطبيب القباطي أن رجلا مسنا ونجله حضر من محافظة ريمة البعيدة إلى مدينة تعز وكان يبكيان بحرقة بالغة القسوة إثر طرد الأسر لهم من القرية بضغط من أهالي المنطقة خوفا من تفشي مرض الجذام وتنقل الطبيب القباطي بدعم من منظمات دولية في عشرات القرى الريفية البعيدة بدأت من الجعفرية بريمة حيث موطن المسن ونجله ثم إلى حجة وصعدة والحديدة وحضرموت ولحج والمهرة وصولا إلى جبال عيشة في الغيظة أقصى الشرق اليمني ومنذ خمس سنوات والبروفيسور القباطي لم يتمكن من زيارة